اشتركوا في القناة منحكي توقعات اسبوع والتوقعات هاي اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لأنه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لأنه هي اللي بتحكي عن توقعات الأسبوع بالتفصيل الأسبوعي ولكن الجزء الاول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناها من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في أي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار إشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع أو خطبة أو زواج أو عمل مهم لأنه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الأمور أو عركستها وإحداث بعض الأعطال فيها أو أشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير أما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الأسبوع فعنا أول إشي تداء من يوم أمس الأربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بيصير في الأسد وبيستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الأربعة ومعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الأربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا أحداث خلال هذا الأسبوع خمس أحداث أساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا أول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الأسبوع الماضي نبهنا لإلها والأسبوع هذا بنعود نرجع من عيدها لأنها هي من أخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعلى التفجيرات وعلى الحريق وعلى النار وعلى الانقلابات ثورات أمور إلها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هون لنهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك في تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة وأثناء تراجع برضو بدها ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على أنه فترة من هون لنهاية السنة في أحداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب أو أشياء لها علاقة بتهديدات حربية أو أشياء وبنتمنى أنه ما يصيرش ولا أي شيء من اللي احنا بنذكره يوم خمسة عشر الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع عملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الأفراد ضد الأهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاءل الإنجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على أنه الفترة القادمة في أحداث رح تكون إلها علاقة بالوضع السياسي والأحداث المفاجئة أما بالنسبة ليوم 16 يوم 16 في عنا زاوية تثليث إيجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الأحداث اللي رح تصير يعني الشمس إحنا حكينا أنه هي إلها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وإنها مع المريخ برضو إلو علاقة بالجيش وإلو علاقة بالحرب والإلو علاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات أو قرارات يكون فيها أشياء حاسمة وممكن أنه تبلور أو توضح إيش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل أكبر أما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو 20 الشهر حكينا أنه عطارد رح ينتقل يعني إلى برج العذراء في ساعات الفجر وهي من الأشياء الإيجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لأنه هذا كوكب متحكم فيه أساسا ويوم 22 الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا إحنا بالمفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو 22 الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في أول درجاتها وهاي الشغلات الإيجابية أنه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم 22 الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه أنه الأمور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لا إلك معناته أعرف أنه هون بلشت سنتك وبلشت الأحداث الإيجابية اللي تعطيك الإيجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى آخر أنه أحداث الأسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في أشياء إيجابية في أشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو في أشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا أنا بالنسبة لألي الجميع متعود أني أنا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش أني ما بعرف لا أنا بعرف لأنه كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك أنت عشان أنت تعرف برج الدولة اللي أنت عايش فيها أو أي دولة أنت بدك تهتم فيها تعرف تاريخ تأسيسها أو تاريخ عيد استقلالها أو العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها أو تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فإذا حكينا في الأبراج اليومية أنه فيه سلبية على هذا البرج اعرف أنه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج إذا حكينا الكوكب دخوله بعمل إيجابية لهذه الدولة معناته بيعمل إيجابية لهذه الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك أما آجي أقول لك أنا في علم الفلك أنه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بدي يصير معاه هيك وأنا بدون ما أحسب له بس أن هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما يأخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف إيش نقاط الضعف فإذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث إذا في بيتك الرابع بيت البيت إيش يلو علاقة بالتمرد والشغلات السلبية إحنا بنحكيك إذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الأطباء الشغلات اللي زي هيك أو شغلات الهال مثلا بالعمل أو العلاقات الدولية هيك بتتحلل أو هيك بتنعرف توقعات السياسية للدول عشان ما نطول حكي لأنه في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة وإني أنا بضرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الأسبوع لجميع الأبراج خلينا نبدأ الآن مع برج العذراء طبعا أول إشي لازم أحكي عنه لازم أحكي عن الشمس وعطارد اللي لآخر أسبوع هم موجودين في بيت متاعبك بدهم يبردشوا ينتقلوا تدريجيا يوم عشرين يوم اثنين وعشرين رح يصير موجودين اثنين عندك فعشان هيك بتبدأ أو بيبدأ شهرك من هون وبتبدأ حياة السنة هاي الجديدة بهاي الفترة بتكون الأمور حليفة لإلك بتبلش تشعر بتطورات سريعة وبرضو بشكل يعني بتكون تدريجيا كل يوم عيد ميلاد شخص منكم ببلش يشعر بالإيجابية اللي بتدعمه بالفترة القادمة فعشان هيك هذا آخر أسبوع فيه نوع من أنواع الضغط بعدين الأمور بدأ تصير لصالحك على المستوى النفسي على المستوى الشخصي رح تحس في فوارق كثير ولكن الآن الوضع لسه ما زال ضاغط تشعر نفس اللي شعرت فيه بالفترة الماضية من تعطيلات وإرباكات تقلب في المزاج حدية في الطباع مشاكل بتجيك من تحت الأرض مزاجك متقلب بشكل كبير فشل حتى على مستوى الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم أنت غربلت تقريبا معظم الأشياء اللي كانت مسيئت لك بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا عندك الزهرة بتدعمك على مستوى الأصدقاء بتجيب لك حلفاء أو معارف جداد أو ممكن يدعموك بعض الأصدقاء في مسائل معينة أو صديق معين أو تحالف معين أو يساعدك في مسائل ممكن تنشط ببعض الزيارات الاجتماعية أو اللقاءات وممكن بعضك يتعرف على أشخاص أو زواج يجي عن طريق علاقة اجتماعية أما بالنسبة للمريخ طبعا في البيت الثامن وهو يعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالعمل المشترك فعشان هيك بيخليك تغامر وتجازف في بعض الأفكار المالية حاول قدر الإمكان تحمي أموالك من السرقة والضياع أو فقدانها إلى أجواء حادة بشكل سلبي من المريخ فعشان هيك بيسبب لك مشاكل وتعطيلات على مستوى قروض أو ديون أو التزامات وبجيب لك مطالبات ممكن حد يطالبك أو يحاسبك على وضع مالي معين أهمش أنه بالفترة هاي ما تكفل حد ما تدخل بأشياء مثلا مجازفات مالية ما تعطي حد تقرض حد فلوس أو حافظ على برضو مقتنياتك من السرقة والضياع طبعا بالنسبة للجدي كمان لأنه عندك ثلاث كواكب كبيرة بتتراجع يعني المشتري، زحل، بلوتو فهدولا بيأثروا عليك بشكل سلبي بيجيبوا لك مشاكل عاطفية بيسببوا نوع من أنواع تقلب بالمزاجع المستوى العاطفي مشاكل مع حباكم ممكن تخسروا حبيب أو تنتهي علاقة مع حبيب بشكل مفاجئ بتلاقي الحدوض مش موجودة يعني تقريبا أنت مجرد من الحظ بتعتمد على جهدك الجسماني أو جهدك العقلي أو جهدك الذاتي لإنجاز أعمالك يعني الحدوض ما تراهن عليها نهائيا برضو الفترة هاي بتعمل نوع من أنواع الخلافات مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة لنبتن فبيعزز نقاط إلها علاقة بالشك والغيرة ومهر إلها علاقة بأحد المعارف ممكن تحمل لك بعض الخلافات مع الشريك من أثر شكوك أو نقاشات حدي أو أوهام فعشان هيك الخلاف ما بين الأزواج دائما بيجي بسبب المشاعر أو الإهمال أو التقصير أو عدم فهمه لمتطلباتك وحاجتك فعشان هيك الخلاف والنقاش بكون على هاي الأمور ما تترك الأوهام والحدث اللي عندك أنه بالفترة هاي هو اللي يوجهك بالنسبة للعلاقة لأنه عادة بكون مخطئ لأنه نبتن قاعد بتراجع مقابلك تماما أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالاتصالات أو أشخاص أجانب أو لقاء أجانب أو تعاملك مع أشخاص مقيمين ممكن تتعرف على أشخاص بشكل مفاجئ وتتطور العلاقة ما بينك وبينهم ممكن دراسة جديدة أو دورات أو امتحانات تجيك أو قضايا قضائية أو أوراق قانونية أهميش أنك تكون حذر من الأشياء السلبية اللي ممكن تصير من كل اللي إحنا ذكرناه بدك تكون حذر وترتب أمورك بشكل جيد أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية فعن الجو الأسبوع هذا متقلب نصفه رح يكون يعني معاكس لإلك في بعض النقاط ونصفه رح يكون مساعد لإلك وقوي بشكل كبير فعشانيك أول إشي من ساعات عصر أمس الأربعاء القمر صار موجود في الجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أهم شيء أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جداً وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان حتى صباح يوم الاثنين بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبة العمل مع مجموعة من الزملاء أو الآهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل من صباح يوم الاثنين القمر بصير في الأسد حتى صباح يوم الأربعاء بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج ممكن يخذ لك الحظ في بعض المسائل من صباح يوم الأربعاء القمر بصير موجود عندك بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة تشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة بتطرح أفكارك بشكل جيد جدا وبتجتهد في إنجاح مشروع جديد هذه الفترة يعني بتعطيك نوع من أنواع الحماسة ووضوح في الأفكار وخصوصا برضو تترافق انتقال عطارد اللي بيدعمك بشكل أقوى تجهيزا لانتقال الشمس اللي راح تكون فترة مثمرة وسريعة بالتغييرات من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان بتصير هنا ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهمش أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش وفي أمور المساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر